بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا موضوعنا اليوم هو التحدث عن الفوائد الصحية الوقائية والعلاجية لعشبة الروزماري أو حصلبان أو إكليل الجبل واستخداماتها المختلفة وأخيرا وكما تعودنا سنتحدث عن محاذير تناول هذه العشبة من المعروف أن عشبة الروزماري أو حصلبان أو إكليل الجبل ولها أسماء مختلفة محلية كثيرة هي أحد الأعشاب العطرية التي تمتاز برائحتها الزكية التي تشجع الطهاء على إضافتها كأحد التوابل على الدجاج واللحوم بشكل خاص وليس هذا استخدامه الوحيد بل تمتاز بخصائص طبية عديدة تجعل من اقتنائها في البيت أمرا مفيدا لاستخدامها في معالجة العديد من الأمراض كنزلات البرد أو الوقاية من أمراض أخرى كما هو الحال مع السرطانات لاحتوائها على مواد مضادة للأكسل وسنبدأ بالفوائد الصحية الوقائية والعلاجية لعشبة الروزماري ومن أهمها أنها تقي من خطر الإصابة بأمراض السرطانات وذلك لاحتوائها على مادة تدعى باسم كارنوسول والمضادة للأكسدة لاسيما مرض سرطان الجلد والقولون والثدي حيث بيّنت الدراسات أنه يقلل من احتمالية الإصابة بها بنسبة قارب 76% كما تقلل أيضا هذه العشبة من احتمالية الإصابة بتليف الكبد عدا عن دورها الهام في الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الكبد وقد بيّنت الدراسات أيضا دورها الكبير في تقوية الذاكرة إذ تحمي من احتمالية الإصابة بالزهايمر وخاصة لكبار السن أيضا تساعد في تحسين الحالة المزاجية وبالتالي فهي تقاوم حالات الاكتئاب وتعمل أيضا على تقوية المناعة وبالتالي الوقاية من الإصابة بالأمراض المختلفة لاسيما المعدية منها لاحتوائها على مضادات الأكسدة والالتهابات أيضا يوجد بالروزماري خاصية تعزز من نمو الشعر وبالتالي فهي تمثل حلا لمن يعاني من مشاكل تساقط الشعر لاسيما إذا خلطنا كل من الروزماري مع الزعتر والخزامة وتم تدليك الخليط طبعا بعد تنعيمه بفروة الرأس بشكل جيد أيضا تسهم في معالجة الأمراض المتعلقة بالجهاز التنفسي كنزلات البرد كما تنظف الحنجر والرئتين وذلك إذا تم غلي الروزماري واستنشاق بخار مائها المغلي عدا عن دورها أيضا في تقليل الأعراض المصاحبة لحساسية جيوب الأنف والتي يصاب بها العديد من الناس في بداية فصل الربيع بشكل خاص كما تساعد في إدرار البول وبالتالي فهي تسهم في تخليص الجسم من الماء الزائد من خلال تحسين عمل المثانا والكليتين طبعا بعمل شاي الروزماري أيضا تساعد في تقوية الدم وذلك لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد وكما هو معروف فإن الحديد عنصر هام في تكوين هموغلوبين الدم أيضا تساعد في مكافحة علامات التقدم في العمر والشيخوخة وذلك لاحتوائها على فيتامينات هامة مثل فيتامين A وE وC كما تساعد في تجديد خلايا البشرة وتحسين لونها والآن وكما تعودنا سنتحدث عن محاذير تناول هذه العشبة فبالرغم من الفوائل المذكورة التي ذكرناها آنفا إلا أن تناول كمية كبيرة من هذه العشبة قد يتسبب بتهيج في المعدة وحدوث تلف في الكلا كما أن فئلة الحوامل عليها الحذر عند استخدام هذه العشبة كونها من المحتمل أن تؤدي للتقلصات في الرحم وفي أحيان أخرى قد تتسبب بالإجهاد إذا ما زاد استخدامه عن الحد وكذلك على مرضى الضغط الحذر لاحتمالية أن ترفع العشبة من ضغط الدم عند استخدامها بكثرة حبيبنا لا نعلم من قد يستفيد من هذه المعلومة وخاصة محاذير استخدامها رب دعوة في ظلام الليل تصل لعرش الرحمن ونحن نيام فالدال على الخير كفاعله شارك المعلومة وتنال بذلك الأجر والثواب من الله تعالى أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية حبيبنا بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين دمتم في حظ الله ورعيته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله